تخيلوا شوفوا احنا بنقول المدارس طب لما يبقى فيه مدارس مش فيها مدرسين ونصل الى ان الطلبة التلاميذ يعيني بيتسولوا مدرسين وبيجي لهم بس بعض الاتنين تلاتة يعني ده في اصوان لكن فيه نمازج كده ايضا كتير بنقول انه فيه مدارس مش فيها تعليم ومدارس فيها تكدس فصول ومدارس فيها انهيار في الابنية لكن لما يبقى مدرسة وما فيش فيها العنصر الاساس يعني هنا هو تلميذ ومعلم وإدارة مدرسة وإلا يبقى ما فيش لكن مدرسة في اصوان وزيها كتير بلا اي معلمين استأهالي كومومبو بأصوان من عدم وجود مدرسين بمدرسة ابو وير الاعدادية خاصة مع قرب انتهاء الفصل الاول من العام الدراسية حتى اصبحت مدرسة بدون معلمين مطالبين بتوفير معلمين لتعليم اولادهم واستغلال المبنى الجديد للمدرسة احنا في مدرسة ابو وير الاعدادية بإدارة كومومبو مشكلتنا زي مشكلة القرى النائية كتيرة في مصر جدا المدرسة كبنائية بسم الله ما شاء الله كبنية تحتية ممتازة كمباني ممتازة والطلبة يعني السنة اللي فاتت في التلمي التاني جالوا هنفتح المدرسة وهيحولوا الطلبة عليه هنا رجعوا تاني قال لا ما فيش مدرسين وجئنا من مدير الإدارة بعثلنا اثنين مدرسين لغة عربية فقط لا غير خذنا ثلاثة سابيع على الوضع ده عيانا ما دلقاش مدرسين يدرسوه ما دلقاش اللي غير ناجي النساء العيد ينهار ده خدت ما خدتش حاجة ما بتعمله بنلعب بتلعب فيهن بلعب في حوش المدرسة يعني لا بيعقوا طولا بيقوا بيابني ايه عملت لما عملتش حاجة طب المدرسة العربية هيدرس الأولى والتانية والتالتة طب حتدرس انجليزيا حتدرس الرياضات حتدرس علوم حتدرس حاسب آلي حتدرس يده من ده كله طب اهو نحن خلاص نترمى الاول قرب يخلص طب الامتحانات جاية طب هنعمل ايه خدنا ما اضد واحد بس وفيه مدرسين بس لا ما اضد واحد عربي بس درس كيف يا نتحمل؟ خدنا عربي بس خدنا شغير حستين عربي خدت شغير حستين عربي؟ حستين عربي بس من اول مدرسة مبتدت؟ من اول مبتدت كل يوم بتاجي تعمل ايه بقى؟ كل يوم بناجي نشيل زلط ونحفر ونخط الشجر وتحفر وتعمل ايه؟ نخط الشجر نخط الشجر؟ اه نزرع تزرع يعني؟ المشكلة ان احنا طلاب بياجوا من الجزيرة من الغرب وياجوا ماشين 3-4 كيلو كل يوم ياجوا وما فيش مدرسين يعني تعالوا حتى يا جماعة ما نشوف نلاقي فيه يعني مدرسة موجودة والمشكلة فيها انه ما فيش مدرسين فعلى طول تتحل هذه المشكلة وتشوف نتحل ازاي لان احنا مشكلتنا في انه ما فيش مدارس او مدارس موجودة ومتأكلة او منهارة او فيها تكدس فصول فلما تبقى فيه مدرسة مشكلتها الاساسية ان ما فيش فيها مدرسين ونسيب كده القضية بهذا الشاك ده معناه ان انا بحرم التلاميس دول من التعليم والمشكلة الاساسية اللي هي انشاء المدرسة اللي يجب انها تكون العائق الاساسي موجودة لكن التفاصيل بقى هي اللي بيش موجودة مع اننا عندنا جيوش من المدرسين ايه اللي يوصلنا لمشكلة من هذا النوع يعني اتمنى ان المعنيين كل معني بهذه القضية في محافظة اسوان وفي وزارة التربية والتعليم لما يشوف ده طب ما غدا نحل المشكلة ما نحرمش التلاميذ من التعليم وفي نفس الوقت نخلي المدرسة تشتغل كمان نفس المشكلة بتلاقي بالجهود الزاتية وده صورة طيبة من الناس يعني ان يبقى فيه حرص شديد تعالوا نبني مدارس ونساعد الدولة خاصة ان فيه مشاكل متعلقة باعداد المدارس يعني طب فالناس بنوها ومستنين انها تشتغل لكن ما بتشتغلش ايه الاسباب؟ نتمنى ازالة هذه الاسباب لانك ان تنشئ مدرسة ده في حد ذاته يجب ان احنا نشجع الناس ونشغلها لكن نعطلها بعد انشاءها نشوف على مدى بضع سنوات تطلع اهالي قرية الدقاونة بمحافظة الشرقية الى توفير مدرسة يتعلم فيها اطفالهم حتى يأسوا من قيام المسؤولين بواجبهم فبنوا تلك المدرسة بالجهود الذاتية احنا عندنا فدانان ارض اتبرعنا بفدان للدولة عشان خاطر نعلم اطفالنا لان احنا بنى وبنقرأ بمدرسة مسافة كبيرة وفيه اسفلط طريق دولي بنخاف على عيالنا وبنخاف على عيالنا من الطرق والمواصلات والعربيات بتعدي وكان فيه حدثة قريب عاحد اولاء الامور والاطفال ماتهم وجرينا من 2011 بنجري على المدرسة ومعانا عقود اسبات ملكية سيادتك وتبرعنا بالارض للدولة واحنا ما بنتطلبش اكتر من حق احنا عايزين نتعلم في بلدنا المبنى شايفينه مصبوب فيه دور المية فيه لغاية الصبرات جايبينه لغاية الصبرات جايبينه لو عايزين نجيب التبشير كمان ان شاء الله هنجيبه ماشي مشكلة انا عاد احنا بطالب العيال دي تتعلم في المدرسة دي عندنا 355 عيال في مدرسة الملاحة هيتنقلهم لهم مش هيوظف المدرسين اللي بعلمهم هناك هيتنقلهم هنا ومع ذلك ترى وزارة التعليم ان المدرسة المبنية بجهود اهالي القرية لا تصلح للتعليم احنا عندنا لغاية النهاردة 1500 طفل من دون تعليم واني بناشد السيد المحافظ ينزل وحلم له العيال نقص عن 1500 طفل 1500 طفل نقص عنهم يبقى يقول ملكوش تعليم نسبة الامية بتزيد كل يوم عندنا فهذا المكان فالقرية دي نسبة الامية كل يوم على الله بتزيد ممكن يمشي من هنا يروح يلاقي المدرسة قفل ما يدخلش ويروح في الاسبوع يوم او اثنين واذا مشي يمشي اقل حاجة ثلاث ساعات ماشي على رجلي ويروح في الاسبوع مر وكل ما نجي نقف نستنى حاجة نركب فيها ما فيش حاجة بتيجي نغير دومنا وما نروحش بنروح الفجر للمدرسة بنروح هناك على الساعة عشرة كواللحا وبنرحقش الدرس وماعدنش عايزين نروح عايزين مدرسة دين تكتب بروح للمدرسة سبعة ثلاث ساعات ما نش قادر اتعلم يعني وبالا الباب الباب مقفولة وماقدرش وشات نركب طبعا زي ما شفنا طيب وزارة تربية وتعليم بتقول لا تصلح طيب نشوف نخليها ازاي تصلح لان الناس دفعوا اموالا لبناء مدرسة واحنا مشكلتنا في التعليم زي ما قلنا لكم يا مشاكل متفاقمة وكثيرة ولكن من بينها انشاء المدارس ومن بينها مدارس ادمية ما يبقاش فيها تكدس فصول وما تبقاش منهارة بيموت فيها الطلب فلما بنلاقي الناس بتجمع اموالا كده وتبني مدرسة لو في مشكلة نقول لهم في مشكلة تعالوا نحلها انما نقول لهم لا تصلح يعني اللي انتو عملتوه ملوش قيمة ونسيب المدرسة بهذا الشكل والناس تعاني بقى المعاناة اللي انتو شايفين اشتركوا في القناة